فأنا الحقيقة بيستغرب من اللام وبالاة الغير طبيعية الغير طبيعية الكل سايب النادي الأهلي ورامي ايده وبيفرج على النادي الأهلي وبيعمل ايه النادي الأهلي مش يعني انا بصراحة الله يكون فعول الناس مش عارف يعني انا مش عارف اتكلم في الموضوع ده ازاي لما حد يجي يسألني اقول لهم يا جماعة ان شاء الله تتحل وان شاء الله مش عارف ايه بنقولي الكلام ده لكن اين الحقيقة عايزين حل لهذا الامر قبل كاس العالم وبعدين من الناحية الاخرى من الناحية المادية بقى احنا كده اتكلمنا عن ناحية الادبية وبالمناسبة الناحية الادبية دي هي اللي بتعلي الموضوع هي اللي بتخليني اطلب اللي انا عايزه من الناحية المادية فالناحية المادية انا جبت افضل لعيبة دفعت فيهم اكتر فلوس وكل حاجة ولكن في الاخر حضرتك عايز تحرمني من لعيبتي اللي انا انا كنادي اهلي بدفع لها مرتباتها وبقوي من فريقي وبجيب نجوم من الدوري الإنجليزي وبجيب نجوم من الدوري الجزائري وبجيب نجوم من كل الدوريات الأخرى عشان أقوي الفريقي النادي الأهلي وخليه أخذ بطولات وحضرتك بتقولي لا طيب أنا بس عايز أكمل موضوع مهم جدا روحنا وزي ما بقول لحضرتك كده اللي بيحصل ده كله إن حضرتك عايز تحرمني من اللعبة اللي أنا جايبها طيب تخيل حضرتك في كأس العرب اللعبة النادي الأهلي قعدوا مع المنتخب كم يوم 24-25 يوم تقريبا رجعوا قعدوا يومين أو ثلاثة أو أسبوع مع النادي الأهلي لعبوا مباراة في يوتشر ثم خدوا أجازة يوم أو اتنين أو ثلاثة تقريبا وبعدين حيرجعوا مع المنتخب يعودوا شهر شهر ونص طيب خلاص بقى ما ولو كده حضرتك بقى أستاذ أحمد اتفعلوهم الشهرين اللي ليهم هو النادي الأهلي مش هفهمش النادي الأهلي مش هفهمش خلال هذه الفترة ومطلوب من النادي الأهلي إن اللعبة دي تلعب يوم أو ما تلعبش مع النادي الأهلي يوم 5 فبراير لو فضلت هذه الموعيد زي ما هي بنفس الجدول حاجة غريبة جدا بجد والله العظيم أنا ممسدق اللي بيحصل ومش مقتنع إن في حد ساكت عن هذا الأمر وبيقولك إيه السيد أحمد كابتن أحمد مجاهد قال يا جماعة ما تقلقوش الموضوع هينتهي وليس كل ما يعرف يقال طب إمتى هنعرف يا كابتن أحمد إمتى هيحدث اللي حضرتك بتقوله إذا كنت حضرتك هتمشي يوم 5 يناير وأنا ما بقولش حاجة غلط أو عيب أنا بتكلم حقيقة واقعة إن يوم 5 يناير الساعة 12 بالليل أو الساعة 7-8 بالليل كابتن أحمد مجاهد شكرا حييجي اتحاد كرة قدم جديد وحنشوف بقى حنعمل إيه حنشوف بقى نبدأ من الأول يا أستاذ جمال أو يا أستاذ محمد إبراهيم قائمة الأستاذ جمال العلام وقائمة الأستاذ محمد إبراهيم مين فيهم اللي حينجح إذا كان الأقرب أستاذ جمال فحنقول أستاذ جمال هتعمل معنا إيه مع النادي الأهلي هتعمل إيه ونخش بقى في الديبت ده تاني ونقعد نتكلم والنادي الأهلي هو أكبر المتضررين من هذا الأمر